اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية ان شاء الله راح نبتدأ محاضراتنا العملية ابتداء من هذه المحاضرة الخاصة بلغة بي اتش بي وطبعا في البداية لابد انه نتعلم كيفية نتعامل مع السيرفر الداخلي طبعا في البداية لابد انه بعد ما تعلمنا كيفية تنصيب السيرفر لابد انه نفتحه وطبعا نشغله يعني نشغل الاباتشي ونشغل ماي اسي كيوال او ممكن حاليا ماي اسي كيوال ما نحتاجها لان احنا شغلنا فقط حاليا بي اتش بي بدون قواعد بيانات ولكن إذا يعجبكم أن تشغلوا ما يكون مشكلة الخطوة التالية هي نروح على My Computer وطبعا على C ونجي على Exam ومن ثم نجي على الملف اللي هو ال H Docs ال H Docs راح يكون العمل كله هنا طبعا كل فولدر من هذه الفولدرات هو بمثابة موقع يعني هذه كلها أعمال آنئيلية مشتغلها وكل فولدر بمجموعة من الملفات ومجموعة من الأعمال والصور طيب نحن يفضل بداخل H Docs نصنع Project أي نصنع فولدر مثلا أنا عندي موقع رياضي ممكن أسميه Sport مثلا بداخل هذا الفولدر اللي هو Sport راح يتم وضع كافة الملفات طيب حتى أستدعي هذا الملف لابد أنه أذهب إلى المتصفح طبعا بعد ما أنا متأكد من تشغيل السيرفر أجي أحذف كل شي هنا أنا وأكتب Local Host هذه Local Host تعني أنه استدعاء السيرفر الداخلي لابد أنه أكتبها وطبعا شارحة أو العلامة المائلة هذه Slash ومن ثم أكتب اسم البروجيكت اسم البروجيكت اللي هو البروجيكت اللي أنا أنشأته يعني هنانا إحنا أنشأنا البروجيكت اللي هو اسمه Sport أجي هنا أنا أكتب سبورت ومن ثم أنتر طبعا راح تطلع لهذه الملف وراح يقل إنه عندك الملف فارغ يعني هنا أنا مثل ما تلاحظون الملف فارغ حتى أنشأ صفحة عمل بي أتش بي طبعا لازم أنا أروح على view وأتأكد إنه الفايل ميم إكستنشن أنا أمفعلها حتى أجي هنا نكلك أيمن وأروح على document وأجي أحذف كل شي وأكتب مثلا أي اسم اللي يكون مثلا index .bhp يعني إحنا طبعا بالHTML نكتب .html بالcss .css هنا أنا بالbhp لابد أن يكون .bhp طيب أنا راح أحذف ال-A وراح يكون index.bhp ومن ثم enter أكيد راح يطلب من عندي تحويل الملف من document عادي إلى bhp أوافق تمام جدا إذا أجي هنا أنا أستدعي طبعا الاستدعاء بعد localhost بعد ال-sport اللي هو ال-project والخط المائل أكتب اسم الملف والامتدات اللي هو index.bhp ومن ثم enter طبعا طلع لي هذا الملف فارغ طيب أجي أفتح الملف بمحر الأكواد وحتى أبدي لغة bhp لابد أنه أفتح وسم الفتح وسم الفتح اللي هو هذه العلامة وطبعا معاها bhp هذا وسم الفتح وسم الإغلاق علامة الاستفهام وكود الإغلاق يعني يكون العمل bhp بداخل هالوسمين يعني أما يكون بهذا الشكل أما يكون بسطر واحد بنفس الطريقة يعني ممكن هنا أنا أجي بمثلا إيكو ممكن بها وورد ممكن ممكن هنا أنا وكنترول أس لأجي هنا أنا على المتصفح وطبعا الفرش راح ألاحظ أنه هذه بها وورد أو أقدر أكتبها بسطر واحد يعني أجي هنا أنا dot php ممكن طبعا لابد أنه حتى أغلق لابد أنه أخلي مسافة وأغلق وأضيف هذا الكود ب هال يعني هالسطر وطبعا أيضا لابد أكو مسافة هنا ومسافة هنا يعني ما يصر ألصق يعني هي تشي بهذه الطريقة ما يصير هذا خطأ لابد أنه مسافة وأجي أحفظ وطبعا نجي إلى المتصفح أيضا بح تظهر عندنا بها وورد طبعا هذه مقدمة بسيطة على الشغل العملي للغة بي أش بي وإن شاء الله من خلال المحاضرات القادمة رح نتعلم كيفية التعامل باحترافية مع هذه اللغة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى